الكابتين هو معنى واحد انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه انت ملك السيوف انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقة بيبتدي فيها صح مش اي كلام مش اللي هو انا هدخل معك في علاقة نلعب لا 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 داخل قصدي اه قصدي خير او داخل قصدي خير انا مشاعري حيائي هو شايف ان انت مشاعرك حيائي وتستحق الثقة هي تقريبا علاقة جديدة انت با كمان شايفه شايفه انت شايفه عرض انت كل تفكيرك في الوقت انا فاكرا برج الطور برج بيفكر جدا بالمستوى العلاقة يعني ده معنى ده العلاقة دي هتروح فين بعد كده انت كمان شايف ان هو شخص حقاني جدا هو شخص صادق وعرضه صادق لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق وشخص جميل جدا وهو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها هو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها طيب هو ايه الخطوة اللي هياخدها لو هو شخصا يلسه معبر شا عن حبه او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقة دي لمستوى تاني مثلا ولا لا فهو عايز يستقر هو فعلا مكرر انه خلاص هو هو فاس بيك خلاص هو ده مش عاروه هو حاسس بانه عارف لما لما تكون لقيت حاجة كنت بتدور عليها بقلك فترة وقلت خلاص هي ديه مش هدور تاني هو مش هدور تاني هو لقاكه مش هدور تاني خلاص ودلوقتي يقدر انه هو يفتخل بانه لقاكه احد زيك انت انت ال king of plant ولو هو شخص كان بيروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي فهو هيستقر عليك خلاص وخاد القرار والحكمة السليمة سؤالي هو الكارت ده مكانش هنا اصن طعا فهو مكرر يستقر بقا وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة ومكرر انه هو يبص القدام بقا ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي وهياخدها الفين بعد كده لان انت كمان يا برج الثور انت كمان مكرر تكمل السعادة دي وفرحان جدا بالعلاقة دي ان انت ساعد جدا بالعلاقة دي جدا ومشاعرك مكتملة انت حسس بان انت انتو الانتنين حاسين بنفسي احساسي احساسك كلها متنسقة مع بعض فهو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج هدا تمام انا كملت اللي انا عايزه وقعده وبس خلاص شكرا اقول لك اقفل يا ابن الكمين وتعلى الروح فانت يا برج الثور خلاص استقريت اقفل راتك ومبسوط من الاخر مبسوط في العلاقة دي جدا شايف ان هايه زي العلاقة الاسمع اللي هتحقلك السعادة طوال الحياة هو شايف العلاقة دي ازاي شايفها العلاقة الابدية انتو مربطين مع بعض شايف ان انتو الاثنين قدر بعض انتو العلاقة بتعمل مع برج الجد او برج هواقي او ممكن يكون برج ترابي زيك وممكن يكون برج مائي او ممكن يكون برج الجوزاء او برج هواقي برضو ظهر لنا هنا وترابي تاني ظهر لنا ترابيين كتير فشايفك ان انت ده مش الشيطان ولكن في رابطة ما بينكم في رابطة ما بينكم عشان برضو ايه ايه انا هاخدهم بس احطهم على جنب كده ونشوف برج التور اعتقد ان هو كارت مش وحش والحاجة يعني مش اكيد مش قصو شرير لان ان انت انت شايفه السلمي بتاعك شايفه انو الحب كله والعصافير حواليكم والحياة بزلزق خالص برج التور ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب فهو كمان معجب بيك اه مش بقولك ايه دي العلاقة المسالية اه وشيك وتتعامل مع حد بور جمائي برضو اه ان هو ده شخص اللي انا هقدم له العرض لو هي لو هي لو هي اعجاب اه شخص ده معجب بيك وهيجي لك هي لك يقولك باع ان انت الانت الانت الانها هرتبط به خلاص وده مربوط بثلاثة مش هنصيب بعض ابدا يا عمري هنبضل مربوطين في بعض كده وانا هقدمك عرضي قريب لو هو شخص معكب بك انت كمان شايفوا حاجة حلوة انتو الاثنين مش عاركوا واحدة يعني انت شايفوا انه هو السلمية بتاعك والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوافق منك واعتقد ان ايزم والتركو ايه علاقة حب هتنتقل بعد كده الحاجة تانية ومشاعركوا واحدة اهو ايه علاقة في الاول خلص طب النصيحة ايه النصيحة يا برج التور ان انت تساير العلاقة بقى يعني ايه ساير العلاقة يعني تمشي بقى مع الطيار هقولك ازاي دلوقت انتفسرها برضو اعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مثلا ممكن تكون قلقان شوية منه او قلقان قوي من مشاعره مثلا فخايف شوية بتاخد احتياطات او ممكن يكون في قلم من الماضي اهو يا برج التور انت هتتجاوز الكارت بيقول لك امشي بقى بالعلاقة قدام عشان انت في الاخره يبقى فيه سعادة ما بينكم ده شخص المقدر ليك يا برج التور ده السور من بتاعك انا بقول لك كورو كلها كورو كلها زي بعض اهو يعني النصيحة بتاعتك يلا بقى شوية بقى الالام الماضي لو هي علاقة وانتوا متخصمين ورجعتوا مع بعض لان بصوا اهي فيه تواصل يا اما فيه تواصل راجع تاني لو علاقة قديمة وكنتوا متخصمين ورجعتوا تاني دي مشاعر بتتجدد بقى لهم احنا سايدين بعض بقى النا فترة فلو انت خايف منه ولسه شايل من اللي حصل زمان في العلاقة في الاول فما تخافش هو بيحبك اوي اوي وشايفت حاجة كبيرة اوي 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 سيبك بس بيقولك شيل بقى الام الماضي دي الكنة على جام عشان دي العلاقة بتاعتك الحلوة ايه حاجات حلوة جاية لك يا بركبتور شيل بقى الام الماضي دي رميها بقى ولو هي علاقة جديدة شيل المخاوف لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شوية لو هو مندفع او ما بيجيلك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شوية ما تخافش هو بيحبك وانيته سليم يا بركبتور كراءة جميلة قوي كراءات الابركة الترابية جميلة عجبيني انا شخصية طعب نشوف بقى نجمع دول على بعد كده ونشوف طبعا دي كراءة لذيذة لكن فيه اكيد الجانب الاخر من برج الطول وهو الجانب ايش الاسوأ بقى اللي هم الناس اللي متخصمين مع بعض ما بحب اعمل الورق كده عشان ما جا فرط اتفق لا ايه الناس اللي متخصمة او بقى لهم سانة ما يعرفوش عن بعض حاجة او بعيدنا عن بعض اغدتونا متخصمية هجينا نشوف شعره ايه ونيته انتجاهنا ايه اه ده تعبان قوي يعني اللي يحيطه مخاوف يعني محبوس جوا الزكريات واللي حصل بينكو والفراء وطريقة الفراء وطريقة البعد وممكن يكون تعبان وعايز يرجع ومش عارف ممكن يكون خايف يقدم رجلي واخر رجل وعايز ايه عايز يدي للعلاقة دي فرصة تانية عايز يرجع يا برجوتور ونفسه انه يقدم عرض تاني وشايف كنت الشخص المناسب او اكتشف بعد الفراء وبيلون نفسه على طول بانه سبق ده شخص بيلون نفسه على طول يقول انا السبب انا العلاقة دي بصدي بسببي والكلام ده كله اه بس كده ورا بيوضح بعضه هو في مرحلة اللوم دلوقتي واللي هو شخص قاد بيحسي بنفسه ونيته وانا ما بكراش لمستقبل بس يعني بقرأ النية لاننية ممكن تكون محققة وممكن يسح الصبح يقول لا مش هرجع بس دي نية نية تبقوا عارفين كده نية سليمة ان شاء الله بس هو عايز ياخد قرار حازم وقرار ميفوهش رجع بانه يبدأ تاني زي ما بقول لكم عايز يدي فرصة جديدة وبيلون نفسه قوي على حصل وانا ازا سبته وضيعته من ايديه وشخص كان كويس وكان توقم ليه فانا هدفه للعلاقة دي فرصة تانية وهرجع ان شاء الله يعني ميته انه يرجع برضو الحمد لله القراءة المرضى دي حلوة العبراج النارية ما كانش مرفقة او شوية كده عشان النارية بقى او كده والهوائية برضو شوية لو عزاف بقى العزاف بقى ممكن يبقوا سيناريو تالت خالص وممكن يكون تكملة للقراءة الاورانية او القراءة التقنية مين اللي جاي في طريقك يا برج العزاف اه سوري ايه عزاف يا برج التور والله بطلت كلام خامس احنا نفرض الورق كتير كده عشان نبقى ايه نختار برضو النص اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه ونويلنا علي ان شاء الله ناخذ بازن الله شوتلكون ايه اخر اللي جاي في طريقك حد سنجل سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده لان مشاعره هو قلبه مقصور اصلا لانه ما جاي لك هو سنجل يبقى معنى كده هو حد جديد خرج من علاقة ممكن لان قلبه مقصور وموضوع جدا 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 وعايز يجوز ده شخص عايز يستكر وعايز يخرج من الجنتلة دي ممكن يكون حد قديم برضو نشوف اه برج التور ممكن يكون حد قديم وانتو ست بعض وهو منتظر اللحظة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية اخذلك هنا كده يوضح اه ممكن يكون حد قديم فعلا والعلاقة ما بينك انتهت بطريقة مش لطيفة خالص اه هو اللي خدعت او انت اللي خدعته حاجة من التانية لاخر كده يعني قطعته ببعض وكان منتظر اه لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني ولما الامور هديت فعلا وهو قدر يوقف على رجل تاني واه وايجي لك او ممكن بقى سنعمل تانية خلص ده شخص تاني انتو متعرفوش اصلا انت لو عايزك وايجي لك سينجي لهو هو خارج من العلاقة مايش قوي 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 خارج منها مهزوم جميل انتظر فتره طويله جدا في العلاقة اللي فاتت العلاقة اللي هي سايفها دي انتظر فيها فتره طويله للاسف خسير منها كتير خرج منها مهزوم وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا وما اخدش منها غير حاجة واحدة بس فكان سينجيجي است liquids بقى كل قوته عشان قلبه مكسور جدا شخص اللي جاي لك في الطريق ده قلبه مكسور جدا ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصة تانية وعايز يبدأ علاقة جديدة وبالفعل اخترق انت بقى برجوتور الف مبروك عشان يبدأ معاك البداية الجديدة الحلوة دي وتجيبهه على صفحة بإذن الله كراءة حلوة جدا 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 لمرجوتور انا تحب برجوتور وبصوا احادي العرض واستشفاء اعتقد ان هو شخص فعلا انه كان تعبين او حدا وخافة من العلاقة اللي كتير برجوتور مرسي جدا وشكرا لهم تابعتك ويرب تكون القراءة عجبتك ومتنسونيش والاشتراك